السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي الصف الأول برنامج فني الملابس الجهزة ألقاكم دائما على وعد بالعمل والاجتهاد وأترككم في رعاية الله النهاردة إن شاء الله عندنا وحدة جديدة وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن وحدة أدوات الرسم واستخراج المقاسات أو أدوات القياس كنا تكلمنا في الحلقات الماضية على الوحدات الصادقة اللي هي كانت بتتلخص فيه لو إحنا حبينا نمر عليها مرور سريع وحدة الخيوط بما تشمله من المصادر المتعددة للخيوط والاستخدامات المتعددة والأنواع المتعددة وطرق البرم والزوي واتجاه البرمات في الخيوط بتاعتنا ثم بعد كده انتقلنا إلى وحدة الأقمشة وبدأنا إن إحنا برضو نتعرف على التركيب النسجية والمصادر المتنوعة للأقمشة بتاعتنا واستخداماتها وأنواعها المتعددة وإزاي إن إحنا بنقدر نختار في النهاية لما ندرس الوحدتين الأولى والتانية نقدر إزاي نختار النسيج الأقمش المناسب والخيوط المناسبة للمنتج بتاعنا بعد كده انتقلنا إلى وحدة المكينة وحدة المكينة كنا اتفقنا في المرات الماضية أو في الحلقات الماضية على إن هي وحدة من أهم الوحدات حيث أن مكينة الحياقة الصناعية من أهم المكينات المستخدمة في صناعة الملابس الجهزة حيث لا يخلو منتج أو قطعة ملبسية من استخدامنا أو احتياجنا لاستخدام مكينة الحياقة الصناعية فيها واتفقنا إن أنا مدام بتكلم عن مكينة واستخدامات مكينة يبقى أول حاجة إحنا دايما هنرعيها في الحالة دي اللي هي قواعد الصحة والسلامة المهنية ثم بعد ذلك مرورا بقى بكيفية التعامل مع المكينة والتعرف على الأجزاء بتاعتها ولضمها وعمل المنتج بتاعنا في النهاية عليه لإثبات الجدارة المطلوبة في هذه الوحدة النهاردة إحنا بننتقل لوحدة جديدة وفي الحقيقة كل وحدة بتيجي جديدة عندنا هي لتقل أهمية عن الوحدات التي تسبقها حيث أن وحدة أدوات الرسم واستخراج المأساة من الوحدات المهمة جدا يعني دلوقتي إحنا عرفنا إزاي نختار قماش وإزاي نختار قيوت وعرفنا كمان مكينة الحياة بتاعتنا وإزاي نشغلها وقدرنا إن إحنا نقعد ونعمل المنتج بتاعنا عليها اللي هي مجموعة من الخطوط المتنوعة تبقى للمعايير المحددة في الوحدة وتبقى لقواعد السلامة والصحة المهنية متابعين فيها كل الإجراءات المطلوبة عملت أنا كل ده طيب يتبقى لي إيه أنا عايزة بدأ أنفس قطعة قطعة ملبسية واسبت جدرتي في أن أنا فعلا أصبحت قادر على أن أنا أقدر أنفس قطعة ملبسية وأشتغل عليها على المكينة بتاعتي طيب هل أنا ممكن أشتغل قطعة ملبسية بدون ما أرسم نموذج يعني إيه نموذج؟ نموذج يعني بطرون برضو يعني إيه بطرون إحنا ما فهمناش بطرون أو النموذج يعني خطوط بترسم على الورق وتماثل وتحاكي الجسم البشري يعني أنا دلوقتي لو إحنا بصينا أي حد فينا بص على جسمه أو بص على أي قطعة ملبسية من الموجودة في الدولاب بتاعنا ألاقي موجودة عندنا فتحة رقبة، خطوط أكتاف، خط إبت، خط جنب، وإيه وبقية الخطوط الموجودة في القطعة الملبسية بتاعتنا الأول أتعلم إيه هي الأدوات دي وأستخدمها إزاي مع مراعاة قواعد الصحة والسلامة المهنية وأعرف كمان إزاي إن أنا أستخرج المقاسات اللي أنا هرسم بيها النموذج أو البطرون بتاعي اللي هي الخطوط التي تحكي إيه الشكل بتاعي الجسم البشري بتاعنا طيب تعالوا نبص كده مع بعض على الوحدة بتاعتنا بتاعت النهاردة ونشوف مخرجات التعلم بتاعتنا بتقول لنا إيه أو أول مخرج تعلم بمعنى صح بيقول إيه أولا هنا هو مديني كده إيه شكل سريع كده ومبسط لبعض الأدوات اللي هي ممكن تستخدم في الرسم بتاعي النمازج بتاعتنا وفي الشغل بتاعنا في أخذ القياسات وبيقولي إن الوحدة بتاعتنا هي وحدة أدوات الرسم واستخراج المقاسات من جدول المقاسات مخرج التعلم رقم واحد في الوحدة دي وفي الوحدات التالية كلها إن شاء الله هيبقى هي فكرة إيه تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء القيام بأي عمل إحنا هنقوم بيه بما إننا النهاردة إحنا بنتكلم عن إزاي أستقدم أدوات الرسم بتاع البطرونات بتاعتي أو بتاعت النمازج بتاعتي كلمة باترون وكلمة نموذج لاتنين بمعنى واحد يعني باترون مراضف لكلمة نموذج طيب هو هنا بما إننا بنتكلم عن إن أنا هرسم أو هستعد إن أنا أتعرف على الأدوات اللي أنا هرسم بيها النموذج أو الباترون بتاعي يبقى قواعد السلامة والصحة المهنية النهاردة تتطبق على إيه تتطبق على كده تتطبق إزاي وأنا بستقدم الأدوات دي وبارسم البطرون بتاعي وبستخرج المقاسات بتاعتي بالطرق اللي إحنا هنتعرف عليها إن شاء الله مع بعض النهاردة وفي الحلقة القادمة إزاي أقدر أطبق قواعد السحة والسلامة المهنية فهنا بيقول لي إيه يطبق قواعد السلامة والصحة المهنية أثناء قيامه برسم وإعداد البطرون مين أثناء قيامه قيام مين قيام حضرتك أو حضرتك وإنتوا بترسموا النماذج بتاعتكم وبتستخدموا أدوات الرسم والقياس وإنتوا بتستخرجوا المقاسات بتاعتنا لازم نطبق قواعد السلامة والصحة المهنية اللي هي تتلخص في إيه تتلخص في البنود اللي هي هنقولها مع بعض دلوقتي رقم واحد إيه قال لي أول حاجة أنت لازم تتأكد أو تتأكدي من وجود العلامات الإرشادية والالتزام بها خاصة بقواعد السلامة والصحة المهنية إيه هي الإرشادات دي والعلامات إحنا كنا تكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا إن أي ورشة أي مكان عمل هيكون فيه علامات إرشادية هيكون فيه إشارات للمخارج بتاعتي أثناء الطوارئ هيكون فيه تعليمات وإرشادات لقواعد السلامة والصحة المهنية المطلوب مني الالتزام بيها أثناء توقدي في مكان العمل رقم اتنين قال لي إيه قال لي إحنا هنستخدم الأدوات من ضد قواعد السلامة والصحة المهنية إعادة الأدوات بتاعتي بعد استلتمها في الأماكن المخصصة لها يعني أنا بدأت أن أستخدم الأدوات بتاعتي مش كفاية إن أنا أعرف إن أنا أستخدمها صح لا كمان المهم جدا بالنسبة القواعد الصحة والسلامة المهنية إن أنا بعد ما انتهي من الاستخدام ده أرجع الأدوات بتاعتي في الأماكن المخصصة لها في مكان العمل بتاعي رقم ثلاثة قال لي إيه قال لي بعد استخدام المقصات إيه ده وإحنا هنستخدم النهاردة مقصات آه ما إحنا دلوقتي إحنا المفروض إن إحنا بنتعلم إزاي هنستعمل الأدوات اللي إحنا هنرسم بيها وهنشتغل بيها وإزاي هنستخرج المقصات بتاعتنا ونعرف المقصات دي هنستخدمها إزاي في رسم البطرون أو رسم النموذج طيب يبقى أنا هستعمل مقص في إيه آه هنستعمل في مقص إن أنا أفصل أجزاء الورق اللي أنا رسمته ده عن بعضها وبعد كده لما أبدأ كمان أحط الورق ده اللي هو عملية التشريح والتعشيق أحطه على القماش بتاعي هبدأ برضو استخدم المقصات مرة تانية طيب بيقول لي إيه بيقول لي زي ما الأدوات اللي إنت رسمتي بيها رجعتيها في مكانها المخصص لها بعد الاستخدام كمان المفروض ترجعي المقصات بتاعتك للمكان المخصص لها بعد الاستخدام عشان نحفظها بطريقة سليمة ونراعي قواعد سلامة وصحة مهنية جيدة إيه كمان رقم أربعة قال لي التأكد من ملاءمة الإضاءة والتهوية الجيدة لظروف العمل عدم ارتكاب أي عمل من شأنه أن يعرض أي فرض للضرر المفروض أن أنا وأنا في مكان العمل بتاعي بستعمل أدوات الرسم والقياس سواء أنا باخد مقاسات بأي طريقة من الطرق اللي هنتعرف عليها مع بعض أو أن أنا برسم النمازج بتاعتي برضو بالطريقة اللي احنا هنقولها النهاردة مع بعض المفروض أن أنا أكون حريصة أن أنا مسببش أي ضرر ولا لنفسي ولا لأي فرض تالي طب الضرر ده ممكن يجي من إيه الضرر ده ممكن يجي من اللي احنا نتكلم عليه بقى في رقم 6 اللي هو إيه اللي هو أنا مثلا القاء القمامة أنا عندي دلوقتي بدأت أن أنا أرسم النمازج بتاعتي وبدأت أن أنا أستخدم أدوات معينة الأدوات بتاعتي دي لهم رجعتهاش في مكانها مرة تانية ممكن تسبب مشاكل لحد تاني هيتعامل في المكان اللي أنا بعدي يعني في المكان اللي أنا بشتغل فيه لو أنا مثلا رسمت النموذج وبدأت أن أنا أعمله عملية التشريح أو فصل الأجزاء عن بعضها بالمقصات بتاعتي ونسيت المقص والمقص ده وقع أو حد جي يتعامل تاني ويشتغل تاني في نفس المكان اللي هيحصل المقص ده ممكن يصيبه بأي ضرر طيب أنا برضو فصلت الأجزاء بتاعتي هيتبقى عندي بوائي من الأوراق اللي أنا استعملتها طيب الأوراق دي لو أنا برضو مقلقتهاش في الأماكن المخصصة لها اللي هي السلات بتاعي القمامة والمخلفات برضو ده ممكن يحصل نوع يعمل نوع من العرقلة أثناء العمل وبالتالي ممكن أنه هو يكعب لأي حد أو يتسبب لأي حد في أي مشكلة يبقى أول حاجة إحنا اتكلمنا فيها تطبيق قواعد سلامة وصحة مهنية واتفقنا من المرة اللي فاتت أن تطبيق قواعد السلامة وصحة المهنية دي ما فيها الشيزار هي أساس أي عمل ناجح أنا لو عايز أكون عامل أو فني ناجح مش كفاية أن أنا أكون شاطر في العمل بتاعي لا كمان لازم لازم أكون براعي قواعد وسلامة وصحة مهنية في كل المراحل العمل بتاعتي فتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية هو رقم واحد في كل وحدة من الوحدات بتاعتنا وفي كل وحدة يطبق إزاي؟ يطبق طبقاً طبقاً لما ورد في الوحدة أشوف كل وحدة بتاعتي أنا هستعمل إيه؟ أنا هتعامل مع إيه؟ فبالتالي هلاقي قواعد السحة والسلامة المهنية اللي مطلوبة مني هي مرتبطة بالوحدة بتاعتي وبالجدرات المطلوبة مني في الوحدة بتاعتي أو مخرجات التعلم المطلوبة مني في الوحدة بتاعتي إذن مخرج التعلم رقم واحد بينبهنا وبيعلمنا أننا عندنا ست قواعد من الصحة والسلامة المهنية يجب اتباعها في الوحدة دي ولخصناهم وقلناهم وقلنا أن رقم واحد اللي هي الالتزام بالعلامات الإرشادية رقم اتنين وضع أنا استخدمت مسلس استخدمت مصطرة استخدمت أقلام استخدمت ورق كل دي حاجات أنا هستخدمها أثناء رسم النمازج بتاعتي أو رسم الباترونات بتاعتي بعد ما جبت الأدوات بتاعتي واستخدمتها أنا أرجعها في المكان المخصص لها مرة تانية سواء أنا بحتفظ بيها في حفظة خاصة بي لو هي أدواتي الخاصة بحطها في الشنطة بتاعتي ما بس بهاش كده مبعترة كمان في حاجة مهمة جدا أنا وانا بداية لما باجي استعمل الأدوات بتاعتي المفروض إن أنا بستعمل الأدوات مش كده بس بجيبها من الحفظة بتاعتي أو من المقلمة بتاعتي أو من الشنطة بتاعتي أو من درج بتاعي في الورشة وأبدأ أحطها قدامي كده وأبدأ أشتجل بها وخلاص لأ أنا المفروض أرتبها قدامي بشكل جيد يعني إيه أرتبها بشكل جيد يعني لو ما رتبتها إيه هيحصل صعوبة في الاستخدام هيحصل شوية لخبطة قدامي وكمان أنا لما باجي أتقيم على الجزئية دي بيبقى تقييمي برضو لو أنا وضعت الأدوات بتاعتي بشكل جيد قدامي وبشكل منظم تبقى لإيه تبقى لخطوات العمل برافو عليكم أنا دلوقتي هستعمل مصطرة ومسلس وبرجل ومصطرة منحنيات وألام رصاص وألام ألوان عشان تلوين الباترون بتاعي أبدأ أحط الحاجات بتاعتي إزاي؟ أبدأ أحط الحاجات بتاعتي بترتيب استخدامها الأدوات بتاعتي دي أرصها قدامي على البنش اللي أنا بشتغل عليه أو على المنضدة اللي أنا بشتغل عليها اللي هي منضدة الرسم بتاعتي أو على الدسك اللي أنا قاعد عليه لو أنا بشتغل على لوحة رسم مثلا ببدأ ان انا احطها بالترتيب لاستخدام يعني اول حاجة تبقى قدامي او علي ميني اللي هي اول حاجة انا هستخدمها يعني انا لو انا هستخدم دلوقتي اول حاجة مصطرة وقلم رصاص يبقى هما اول حاجة قدامي مصطرة وقلم رصاص طيب بعد كده في الخطوة اللي بعد كده انا احتاج استعمل مسلس يبقى بعد يبقى موجود المسلس بعد كده مثلا انا محتاج مصطرة منحناية او برجل واتفر يبقى ابدأ أرس الحاجة بتاعتي والأدوات بتاعتي طبقا لخطوات الاستخدام اللي هستكدمه الأول يبقى في أقصى اليمين عندي أنا نحيتي أنا ثم بعد كده أرتب الأدوات بتاعتي طبقا لخطوات الاستخدام المفروضة أن أنا أكون متدربة عليها كويس قوي مع المدرسين والمدربين بتوعي وعارفها وعارف مبدئيا كده قبل لما أنا ما هشتغل إيه هي الأداء اللي أنا هستكدمها رقم واحد ثم رقم اتنين ثم رقم تلاتة وهكذا بالشكل ده يبقى أول حاجة اتباع الإرشادات الموجودة في الورش عندنا اللي هي اللفتات الموجودة والإشارات الموجودة عندي علشان تتوجهني إن أنا إزاي أحمي نفسي وإزاي أتبع قواعد سلامة وصحة مهنية موجودة في مكان العمل بتاعي رقم اتنين أرتب الأدوات بتاعتي بشكل سليم وبشكل صحيح طبقا للخطوات اللي أنا محتاجة أعملها في الباترون بتاع اليوم ثم بعد كده أرجع الأدوات دي في مكانها الصحيح بعد ما خلص العمل بتاعي ولو كان عندي أداة أنا استخدمتها وخلاص مش هستخدمها تاني النهاردة يبقى في الحالة دي برجعها مكانها مباشرة في شنطيتي زي ما اتفقنا أو في الحفظة بتاعة الأدوات بتاعتي أو في دولاب بتاعي الموجود في ورشة العمل أو في مكان العمل طيب إيه النقطة اللي بعد كده قالي هتستعمل من دن الأدوات اللي أنت هستستعملها مدام هترسم نمازج وهتبدأ تفصل أجزاء وهتبدأ تشتغل عملية التشريح وتعشيق وهناعرف كل المصطلحات دي بعد كده هنتكلم عليها يبقى في الحالة دي أنت هتستعمل مقصات طيب هتستعمل مقصات يبقى لازم بعد ما انتهي من استخدام المقصات دي ودي قاعدة عامة في كل الوحدات المستخدم فيها المقصات سواء كانت المقصات دي مقصات يدوية أو مقصات كهربائية المفروض أنه نرجع المقص ده في مكانه تاني والمفروض كمان أن المقص بتاعي يكون له حفظة أو جراب بيتحط فيه ويرجع للمكان المحدد لحفظه وطبعا ده بيكون بعد تنظيفه وعمل السيانة لو أمكن ذلك طيب إيه كمان إحنا ما في نتكلم عليها إحنا قلنا أن إحنا عندنا رقم أربعة اللي هو التأكد من ملأمة الإضاءة والتهوية أنا دلوقتي داخل أشتجل في الورشة بتاعتي داخل أرسم طيب أنا داخل أرسم أدخل كده في أي مكان ظلمة مثلا ما فيهوش إضاءة جيدة وأبدأ أشتغل وأرسم لا طبعا ما ينفعش دي كده أنا ما اتبعتش قواعد سلامة وصحة مهنية أنا المفروض أن أنا اتضربت كويس جدا على أن أنا دخلت أشتغل في مكان لازم أراعي وأول ما بدخل المكان بتاعي لو تفتكروا كنا منتكلم في وحدة المكينة أن إحنا منعمل إيه مننظف المكان بتاعنا اللي إحنا نشتغل فيه لو محتاج ده وببدأ إن أنا لو فيه عندي أي حاجة في الطرقات بتاعتي ببدأ أركنها على جنب وأخليها المنظمة لو فيه أي سوائل عندي ببدأ إن أنا أتخلص منها وأنظف مكان ده وبعدين بعد كده ببدأ إن أنا إيه أشتغل بدأت إن أنا أشتغل أبص حوالي أشوف هل فيه تهوية جيدة الشربيك بتاعتي بتاعتي الورشة أو مكان العمل مفتوحة لأن إحنا عدتا بنبع عدد كبير والتهوية الجيدة دي مهمة جدا لأن الجسم لو أنا معرفتش ما فيه تهوية جيدة وما فيه تنفس جيد ده هيأثر عليها وهيأثر على المتوجدين معي كمان في مكان العمل كمان ممكن يسبب بعض الأمراض لينا فلازم يكون فيه تهوية جيدة في مكان العمل والمفروض إن أنا بتضرب على ده أثناء عملية التدريب لما باجي أتقيم بتقيم كمان على ده وهنلاقي بعد كده بطاقة ملاحظة الأداء أداءنا إحنا في الوحدة دي هنلاقي موجود فيها البند ده هنلاقي موجود فيها بند بتاع التهوية الجيدة وبند تاني بتاع الإضاءة الجيدة عشان أنا أحافظ على نفسي وأحافظ على خواهد الصحة والسلامة المهنية الشخصية الخاصة بي يبقى أنا لازم أدخل أشوف هل فيه تهوية جيدة طب ما فيه تهوية جيدة لا هطلب من المدربين بتوعي إن هم يفتحوا الشبابيك أو إن هم أستأذنهم إن أنا أنا أفتح الشبابيك بتاعتي وأعمل عملية التهوية الجيدة في مكان العمل بتاعنا طب إيه تاني الإضاءة أنا مش معقولة أعود أرسم وأنا ما عنديش إضاءة كافية أو أعود أشتغل وأنا ما عنديش إضاءة كافية لا ده لازم دول خلي بالك من النقاط الأساسية في قواعد السلامة والصحة المهنية في كل الوحدات القادمة والسابقة كمان يعني فكرة الإضاءة والتهوية الجيدة دي نقطتين مهمين جدا لا يمكن تغفلهم تمام يبقى إذن أنا ما لقيتش إضاءة جيدة بطلب من المسؤول عن المكان لو سمحت من فضلك أنا محتاج إضاءة جيدة لو سمحت من فضلك أنا محتاج تهوية جيدة عشان يبقى كده أنا رأيت قواعد السلامة والصحة المهنية بتاعتي طيب إيه كمان منقول إن إحنا عندنا مش المفروض إن أنا بعد ما اشتغلت الشغل ده أسيب أي مخلفات ورايا تسبب ضرر لا لي ولا لأي حد تاني ممكن يجي يشتغل في نفس المكان أنا بدأت أستعمل أدوات الرسم والقياس بتاعتي وبدأت أشتغل عليها وخلصت وانتهيت وشلت الأدوات حضرتك قلتي شيلوا الأدوات شيلوا المقصات وحطتها في الجرب بتاعها طب إيه تاني هيبقى موجود زي ما اتفقنا مخلفات وأوراق مثلا ما اشتغلت عليها دوارد جدا طيب هل هي دي ممكن تسبب مشكلة آه طبعا ممكن تسبب إن حد يتكابل فيها يحصل عرقلة يحصل ضرر ليا أو لأي حد آخر رقم 6 عندنا اللي هو مرتبطة برقم 5 اللي هي الكلام المخلفات اللي احنا بنتكلم عليها دي منشيلها بقى نحطها فين مش هحطها في أي مكان حطها في المكان المخصص لها اللي هو إيه سلات القمامة أو المهملات بتاعتنا يبقى ده الجدارة الأولى المطلوب مننا إثبتها أنا لما هدخل أقدي في نهاية الوحدة بتاعتي عشان أستعمل أدوات الرسم والقياس إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن أنا أول حاجة هتقيم على الست معايير اللي احنا تكلمنا عليهم دول أو الست نقاط اللي احنا تكلمنا عليهم دول ولو أنا قدتهم بشكل جيد ورعتهم بشكل جيد كده أنا أصبحت جدير في الجدارة الأولى أو مخرج التعلم الأول بتاعي لبنا حققته وإن لم أتمكن فيبقى عندي مشكلة والمفروض إن أنا يتعاد تدريبي تاني في النقاط اللي أنا أخفقت فيها عشان أخد فرصتي التانية في التقييم طبعا إحنا عارفين إن إحنا عندنا ثلاث فرص اللي هي الفرصة الأولى والتانية داخل زمن الوحدة بتاعتي أو داخل زمن مخرج التعلم بتاعي تبقى لموردة في كل وحدة من الوحدات بتاعتنا وعندنا الفرصة الثالثة اللي هي بتمثل البرنامج العلاجي بتاعنا وده زمنها بيتحدد تبقى لوضعية الوحدة بتاعتنا وهل هي متطلبات سابقة لوحدات أخرى ولا هي وحدة عادية فهيتعامل البرنامج العلاجي بتاعها في نهاية الفصل الدراسي اللي إحنا موجودين فيه طيب يبقى كده ده مخرج تعلم أول أنا المفروض انتهيت منه طيب مخرج التعلم التاني في الوحدة دي هيكون إيه؟ هيكون بيكلمني عن أدوات الرسم المستخدمة بشكل عين في الصناع عندي في رسم البطرون أنا مدام بتكلم عن أدوات رسم يبقى أنا بتكلم عن رسم البطرونات أنا بتكلم عن رسم نماذج واتفقنا قلنا يعني إيه بطرون؟ يعني إيه نموذج؟ بطرون ونموذج هم كلمة واحدة يعتبر المراضفين لبعض طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني برسم خطوط على الورق تماثل جسمي البشري بتماثل الخطوط الأصلية بتاعتي والخطوط الثابتة بتاعتي اللي هي موجودة عندنا كلنا مافيش حد فينا ماعندوش خط كتف مافيش حد فينا ماعندوش فتحة عشان الرقبة في أي ملبس من ملابس بتاعته مافيش حد فينا مافيش فتحة للإبط عشان نركب عليها الكمة أو لو حتى حاجة بدون أكمام لديم يكون في فتحة للإبط خطوط الجناب نهاية القطعة الملبسية بتاعتي دا جير التفاصيل أساساً الداخلية بتاعت القطعة الملبسية هل فيها كولة هل فيها خطوط طولية أو خطوط عرضية أو قصات بشكل معين هل موجودة عندي أكمام طيب أنا دلوقتي عايز أرسم النموذج ده اللي هو يحاكي الجسم البشري وفي نفس الوقت يحاكي الموديل أو القصة الموجودة في القطعة الملبسية اللي أنا عايز أرسم لها البطرون أو النموذج بتاعي طيب أرسم إزاي أرسم بإيه أيوة أرسم بإيه هي دي بقى موضوع مخرج التعلم رقب 2 بتاعنا النهاردة أستعمل أدوات إيه أو إيه الأدوات اللي أنا ممكن أحتاجها عشان أرسم البطرون أو أرسم النموذج لأي قطعة ملبسية من القطعة بتاعتنا المتعددة الموجودة في المنهج بتاعنا أو كمان خارج المنهج بتاعنا أو الوحدات بتاعتنا فبنتكلم أو هنتكلم في مخرج التعلم رقم 2 عن أدوات الرسم والقياس المستخدمة الرسم والقياس المستخدمة في صناعة الملابس الجهزة أنا هاخد مقاس هاخد مقاسات بإيه أنا هرسم أنا هرسم بإيه إيه الأدوات اللي أنا هحتاجها بشكل عام في العملية دي تجيب نبص مع بعض كده ونشوف إيه هي الأدوات المستخدمة في العملية دي مخرج التعلم رقم 2 تستخدم أدوات الرسم المختلفة للبطرونات بمهارة يعني أنا مش بس أستخدمها وأتعرف عليها أنا المفروض أستخدمها وأتعرف عليها بمهارة أول حاجة خالص أنا عندي اللي هو رقم واحد هنا دي أنا عندي منضادة منضادة برسم عليها يعني أنا من دلوقتي أنا هرسم هحط وهرسم بطرون على فرح ورق كبير تمام طيب هل أنا هرسم البطرون ده فين وازاي على منضادة الرسم أو ممكن تكون لوحة رسم من المفترض أن لوحة الرسم بتاعتنا أو منضادة الرسم بتاعتنا أنها بتكون لونها أبيض ويكون السطح بتاعها أملس وبيكون مستوى للارتفاع بتاعها مناسب لي أنا وأنا بشتغل عليها اللي هو دايماً بنلاقيها ما بين التسعين إلى اتنين وتسعين سنتي طيب هل ده النموذج الوحيد للمنددة المتوفرة عندنا في الأماكن العمل وفي المدارس بتاعتنا؟ لا في الحقيقة إحنا هنلاقي حاجات تانية يعني هنلاقي إيه؟ يعني ممكن نلاقي منضادة السطح بتاعها مش أبيض السطح بتاعها فرومايكا اللي هي بتستخدم للرسم وفي نفس الوقت تستخدم لعملية القص بتاعتي يعني مش شرط أن أنا ألاقي نفس شكل المنددة ده موجود في المدارس بتاعتي عشان أن أنا أتعامل معها لا أنا ممكن ألاقي منضادة مغطاة بطبقة من الفرومايكا اللي هو الحشب الناعم قوي ده في الآخر لازم نتفق أن السطح ناعم لعملية الرسم وعملية كمان إيه؟ القص التي تليها بعد كده فأنا محتاجة منضادة لها سطح ناعم وارتفاعها مناسب اللي هو من تسعين لاتنين وتسعين ده أساس الموضوع بتاعي طيب توفرت بقى النهيات كلها أبيض وتكون إن هي إن أنا قدر إن هي يكون فيها نسبة ميل معينة بحيث إن أنا ببرسم ونقاعد كده والدنيا بسيطة وسهلة داخل وبركة طيب مش متوفر يبقى المنددة الأساس بتاعها إن يكون لها سطحة أملس ويكون ارتفاعها مناسب لي عادة المنددة دي بتكون مصنوعة من الخشب وممكن تكون هي القرصة نفسها مصنوعة من الخشب ومغطاة بطبقة من الخشب الفرومايكا اللي هو ناعم اللي احنا كنا بنتكلم عليه والرجول بتاعتها ممكن تكون معدن أو ممكن تكون رجول مصنوعة برضو من الخشب المهم في الآخر الفيصل التفانى اللي هو إيه برافو عليكم السطح يكون ناعم وأملس ومغطاة بطبقة من الفرومايكا ممكن تكون بيدا ممكن تكون أيلون تاني ويكون ارتفاعها مناسب لي وأنا بشتغل عليها طيب أنا بشتغل على المنددة المفروض رقب اتنين يكون إيه يكون الكرسي اللي أنا قاعدة عليه فالكرسي ده فاكرين لما كنا في الحلقة اللي فاتت أو في الحلقات اللي فاتت تتكلمنا عن الجلسة السليمة حد فاكرها برافو عليكم صح الجلسة السليمة المفروض إن أنا كن قاعدة على الكرسي يكون ارتفاعه مناسب مناسب لإيه لو أنا قاعدة على مكينة يبقى مناسب لارتفاع المكينة لو أنا قاعدة على منضدة الرسم يبقى مناسب لمنضدة أو ارتفاع منضدة الرسم بحيث إن أنا ببا أشتغل على المنددة وأنا عندي نوع من الراحة ونوع من الأريحية لأن لنا الكورسي واطي قوي والمنددة عالية فأنا متشعلة كده وأنا برسم ولا كمان الكورسي عالي قوي والمنددة منخفضة الارتفاع فبم تمنحني وأنا بشتغل لا المفروض الطبيعي إن أنا أكون قاعدة الجلسة السليمة بتاعتي اللي هو الضهر بتاعي بيكون مفروض واللكتاف بتكون مفروضة والمفروض ان الارتفاع والمستوى اللي انا قاعد فيه يكون مناسب لمستوى المندضة اللي انا هشتغل عليها او ان انا هرسم عليها فلازم المفروض ان الكورسي بتاعي لو بصينا مع بعض كده هلاقي بيقول لي ايه يفضل ان يكون بقائم للظهر يعني مفروض ان انا عندي ظهر وراء للكورسي بتاعي عشان اقدر ان انا يبقى بالنسبة لي ميزان لي او ميزان لجسمي لما جسمي ييجي عليه كده يبقى انا عارفة ان انا جسمي مفروض منساش كده ووطي او او تعوج او كده ممكن يسبب ده اضرار ليا في المستقبل فالمفروض ان الكورسي يكون فيه قائم في الظهر اللي هو ظهري يعني يبقى ميزان بالنسبة لي ان انا وانا قاعد كده عارف ان انا ثاني الظهري كده وفريد اكتافي فانا كده قاعد قاعدة مزبوطة المفروض كمان الكورسي ده يكون متغير الارتفاعي يعني ان انا اقدر ان انا اغير الارتفاع بتاعه ليه ما احنا قلنا من شوية ليه عشان يناسب ارتفاع المنددة اللي انا بشتهل عليها او برسم عليها وبعد كده لو انا اخدته كمان واعدت على مكينة من المكينات بتاعتي انا ممكن اغير الارتفاع بتاعه عشان يناسب ايه ارتفاع المكينة بتاعتي يبقى اول حاجة منضدة سطحها ناعم ارتفاعها مناسب مصنوعة من الخشب مغطى بطبقة من الفرومايقة الارجل بتاعتها بتكون ممكن تكون خشب او معدن الارتفاع بتاعها بيكون من 90 الى 92 سنتي رقم اتنين الكورسي اللي انا هقعد عليه عشان ارسم على المنددة بتاعتي سواء كانت منضدة رسمة او منضدة موجودة في الورش بتاعتنا اللي هي البنشات الكبيرة اللي احنا هنشتغل عليها الكورسي ارتفاعه او يكون قابل لعملية ايه تغيير الارتفاع بتاعه عشان انا ازبطه تبقى لطولي وتبقى لارتفاع المنددة ان انا كن قاعد مرتاح وعندي اريحية ظهري مستقيم وده يتطلب ان الكورسي يكون بظهر من وراء عشان يبقى بالنسبة لي ميزان لجسمي انا الكتف بتاعي مفروض عشان اقعد اشتغل وانا مش تعبان مش بعد ما خلص رسم الباترون بتاعي الاقي انا عندي مشكلة في الظهر او مشكلة في الاكتاف او مشكلة في ايضايا ان انا ايه ارزقت من عملية الرسم كل الحاجات دي كل ما كانت متوفرة بشكل جيد كل ما كان الاداء بتاعي هيبقى بشكل جيد برضو طيب رقم ثلاثة المفروض ان احنا نتكلم عليها ايه تعالوا نشوف مع بعض نشوف الشاشة رقم ثلاثة احنا بنتكلم عن الورق الايه رقم ثلاثة الورق طيب الورق المستخدم في رسم النمازج انا دلوقتي اتفقنا ان احنا هنعمل خطوط تماثل الخطوط بتاعة الجسم البشري بتاعنا هنعملها على ايه هنعملها على ورق طيب الورق ده ممكن يكون ورق سميك اللي هو ورق اللوحات السميك وممكن يكون ورق رقيق تمام ده ينفع يستخدم وده ينفع يستخدم طبقا للمتاح طيب بس تعمله في ايه بس تعمله ان انا اشتغل عليه النمازج المطلوبة مني بالنمازج بتاعتي دي وهتبقى زي استنبى عندي هشتغل عليها بعد كده في الحالة دي انا هستعمل ورق سميك ورق تقيل اللي هو الورق اللوحات طيب لو انا هستعمله الاستعمال المرة الوحدة انا هشتغل عليه النموذج بتاعي وهبدأ اشتغل عليه بعد كده تشريح وتعشيق واقصة عليه ممكن كده جدا يكون ورق رقيق ممكن اساسا الورق الرقيق اللي هو بيسمى الورق الشفاف الابيض او ورق الزب ده احنا بنطلق عليه ده ممكن استعمله اساسا يعني ارسم اساسا النموذج على الورق المقوة اللي هو التخين ده او السميك وبعد كده اشف اساسا على الورق الشفاف الابيض وممكن كمان استعمل ورق المربعات عشان ارسم النمازج بتاعتي عشان اصبت الخطوط بتاعتي اللي هي الافقية والرأسية وممكن استعمل ورق ملون في كل الورق بتاعي اللي ممكن يستخدم عادي جدا انا استعمل ورق ابيض مقوة او ورق ملون مقوة عشان ارسم عليه النمازج بتاعتي او ورق مربعات عشان ارسم عليه النمازج بتاعتي طبعا بالمقاس الطبيعي طبقا للجسم البشري بتاعي اللي أنا خدت له المقاس أو طبقا للمقاس اللي أنا استقرقته من جدول المقاسات بتاعتي أو من على قطعة ملبسية اللي هو الكلام اللي إحنا لسه هنتكلم عليه في باقي الوهدة بتاعتنا طيب استعملت ورق ثميك علشان أرسم عليه النمازج ممكن جدا بقى هجيب ورق شفاف وأبدأ أشف الأجزاء المختلفة من النموذج بتاعتي يعني أنا أرسم النموذج بتاعي هلاقي عندي أنا رسمت أمام هلاقي عندي رسمت خلف هلاقي عندي رسمت كم الأمام نفسه ممكن يكون فيه أكتر من قطعة يعني ممكن يتقسم اتنين بخط طولي أو بقصة طولية هلاقي ممكن أنا كمان رسمت كولة مثلا فبالتالي بنا عندي أكتر من جزئية فكل جزئية من الجزئيات دي أنا محتاجة أشفها أشفها على إيه؟ أشفها على الورق الشفاف بتاعي الرسم نفسه هيكون على الورق المقوى سواء كان أبيض أو ملون أو مربعات أما الشف بقى هيكون علشان نعمل عملية التشريح اللي هو فصل الأجزاء بتاعتي بتاعة البطرون أو بتاعة النموذج عن بعضها أمام عن خلف عنكم وهكذا بالشكل ده طيب تعالوا نشوف مع بعض كمان عندنا إيه من أدوات الرسم بتاعتنا اللي احنا إن شاء الله هنستقدمها مع بعض طيب عندي الترابيزة عندي الكرتي عندي الورق طيب أنا أشتغل بالورق ده هرسم على الورق بإيه؟ أيوة هرسم على الورق برافو عليكم بالأقلام الرصاص طيب أنا عندي أنواع متعددة من الأقلام الرصاص هل هنستخدم أي نوع كده من الأقلام الرصاص؟ لا 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 استنى الأقلام الرصاص بتاعي اللي أنا هستخدمه في الرسم هلاقي مكتوب عليه 2HB الألم الرصاص اللي أنا هستخدمه في الرسم هلاقي مكتوب عليه 2HB طيب ليه 2HB تحديدا؟ يعني انا لو لقيت مكتوب عليه بي مثلا او اتش بارقام متعددة ما استعملوش اه بش هينفع لرسم النماذج لو هو كان مكتوب عليه بي بس هلاقيه ان هو تقيل جدا فبالتالي لما اجي ارسل بيه النموذج الخط بتاعي هي بلخين وتقيل قوي طيب لو لقيته اتش الالم الرصاص بتاعي لو انا اعتبرت ان ده المفروض ان في الحرف بتاعه تحت هنا كده في الجنب كده بيكون مكتوبة عليه الرمز اما اتش بي وجنبه رقم اما بي بس وجنبها رقم اما اتش بس وجنبه رقم طيب جي انواع متعددة من ايه من الرصاص بتاعي المستخدم اللي هو السن اللي جوه تمام طيب البي بتمثل ايه البي بتمثل ان السن اللي جوه ده تقيل وغامق واسود قوي وناعم قوي مارن كده طري طيب والاتش الاتش بيكون صلب وخفيف وهو حشان طري البي حشان طري اللي بيحصل ان هو بيسحب معي بسرعة يديني لون بسرعة اما الاتش عشان صلب فيحصل ايه بيحصل انه خطه خفيف فبيعلمش معي سريع وعشان اعلم بي خط اللي بيحصل ايه اللي بيحصل انه هو ممكن يعملي خط علامة في الورقة وانا المفروض اساسا وانا بستخدمه ايدي تكون خفيفة انا بستخدم قلم وصوص ومصطرة المفروض ايدي تكون خفيفة على القلم ويديني العلمة المطلوبة اللي انا عايزها اللي هي انا عايزها ولا هي تقيلة وتخينة ولا هي رفيعة ولدرجة ان انا ايه ما شوفهاش يبقى اذا دايما انا محتاج قطوط وسط تميل انها تكون خفيفة ورفيعة يعني اشوفها لكن لو حبيت اعدل فيها او مسحة تتعدل بسهولة جدا ما تكونش سايبالي علامة في الورقة بتاعتي طيب اتفقنا ان البي تقيل والاتش خفيف وصلب وهيسيب لي علامة في الورقة طب انا استعمل ايه استعمل اتش بي او ببعا انا اصح تو اتش بي هو ده الامثل لرسم النماذج بتاعتنا القلم الرصاص الامثل عشان ارسم بي النموذج اللي هو يديني الخط اللي واضح بالنسبة لي ويميل انه هو يكون خفيف وما يكونش فيه سمك وفي نفس الوقت انا لو جيت حبيت اعدل في الخطوط بتاعتي ديت وامسحها بالستيكة بتاعتي او بالممحة بتاعتي تتمسح ومسيب ليش اسهر تحتها هو تو اتش بي يبقى انا لما هروح في المكتبة اشتري الالم بتاع الرسم بتاعي هبص عليه كده اقول له لو سمحت انا عايز الالم تو اتش بي واتأكد انا وابص على الرقم المكتوب عليه والرمز المكتوب عليه انه هو مكتوب عليه تو اتش بي ولا بي ولا اتش دول لي هم استجدامات اخرى طيب ايه كمان عندي قلم اسمه قلم فبر ده عشان ايه ده عشان اكتب البيانات التوضيحية بتاعتي ده قلم كده شبه الى حد ما الالام الفيلموستر او الملونة ببدأ ان انا استعملها عشان اكتب البيانات على النموذج بتاعي احنا اتفقنا ان انا النموذج بتاعي هيكون في مجموعة من الاجزاء هيكون في امام هيكون في خلف هيكون في كم مثلا هيكون في حردة رقبة فتحة كده عشان الرقبة بتاعتي هيكون في حردة او فتحة عشان الابط هيكون في خط جنب وهكذا طيب انا المفروض ان انا رسم الحاجات دي كده وخلاص وبعد كده سبع لا مفروض ان انا اكتب بيان على كل ايه خط من الخطوط بتاعتي وعلن كل جزء من الاجزاء بتاع البطرون بتاعي عشان لما باجي افصل الاجزاء دي عن بعضها اب بعارف كل جزء هو عبارة عن ايه وكل خط هو عبارة عن ايه هاجي على خط نصف الامام مثلا كده بكتب كده على البطرون بتاعي خط نصف الامام خط الجنب بكتب خط الجنب عندي الامام مثلا مقسوم جزئين يبقى بكتب ده امام واحد وامام اتنين عندي علامات تقابل بحط عليها بيان عندي حردة رقبة حردة قبط بحط عليه بيان بيتكتب بايه بيتكتب بالقلم ده في عندي كمان اللي هو رقم ستة اللي هو القلم السنون النص ملي وده ايضا برضو من الممكن جدا ان هو يستخدم في كتابة برضو البيانات على البطرون او على النموذج بتاعي طيب رقم سبعة ايه احنا مش استعملنا اقلام اللي هي النص ملي اللي محتاجة سنون يبقى كمان احنا هنتكلم على السنون لو انا معايا القلم يبقى كمان لازم يكون معايا السنون بتاعتي تمام لما هجيب السنون بتاعتي هجيبها سنون طبعا رصاص لها نصف ملي متر الاسود او الاحمر او الازرق ايه الاسود او الاحمر او الوازرق او احنا قلنا ان انا هرسم امام وهرسم خلف بعد ما ارسمهم بالقلم الرصاص ال 2HB صح 2HB مرافو عليكم هبدأ ان انا عمل ايه هبدأ ان انا نكتب عليها البيانات طيب بعد ما اكتب عليها البيانات ايه اللي هيحصل هيحتاجة ان انا الون الخطوط دي فاكرين ان احنا قلنا ان احنا عايزين الخطوط دي الى حد ما تميل انها تكون خفيفة اه ليه عشان انا لسه هلونها هلون الخطوط الاساسية بتاعتي هلونها بالوان ايه هلون على الخط نفسه اللي هو يمثل يمثل القطع الملبسية بتاعتي انا عملت نموذج اساسي فتحت رقبة خط كتف فتحت ايه خط جنب نهاية بعد كده انا عايز احط الايه الجاكت بتاعي ده فالجاكت بتاعي دي في تقطعات بالعرض وتقطعات بالطول بعمل ايه بعمل الخطوط بتاعتي التقطعات دي اللي هي القصة بتاعي او الموديل بتاعي طيب و بعدين بعملهم ازاي او بعملهم بالقلم الرصاص العادي طيب و بعدين بسيبهم كده طيب هيطلخبطوا مع الخطوط الاساسية بتاعتي لا لا استنع هنلون هنلون الخطوط بتاعتي بتاعة القطع الملبسية اللي انا هشتغل عليها هنلونها بالوان ايه هنلون الامام وكل ما ينتمي له باللون الاحمر وهنلون الخلف باللون الازرق تمام كده يبقى ازا القلم السنون بتاعي ده انا لو عايز استعمله في عملية التلوين وكتبت البيانات يبقى في الحالة دي انا هجيب له سنون رصاص وسنون رصاص ايه يا جماعة اتش بي برضو ايوة رصاص برضو تو اتش بي تمام وهبدأ كمان اجيب اللي هي السنون الاحمر عشان الون بيها الامام وكل ما يخصه وعمل اتجاهات نسيج وعلامات تقابل وحاجات زي كده اللي هي علامات ارشادية بشكل عام وهجيب كمان اللون الازرق عشان هلون الخلف وكل ما ييجي ناحيته كده عند الخلف كده برضو باللون الازرق يبقى انا محتاجة سنون للألم الرصاص النصف ملي بتاعي ايه رصاص واحمر وازرق ليه احمر وازرق عشان تلويني النموذج بتاعي على الخطوط بتاعي القطعة الملبسية عملت بطرون اساسي يعني فيه الخطوط الاساسية بتاعتي بعد كده عملت حطيت عليه الموديل حطيت عليه القصة بتاعتي بتاعي القطعة الملبسية اللي انا هنفزها النهاردة طيب القصة دي والنموذج بتاعي كله على بعض وكده اتقسم جزئين جزء اسمه امام هو السدر كده وجزء اسمه خلف اللي هو الظهر طيب ده يتلون باللون الاحمر والظهر يتلون باللون الازرق اللي هي الخطوط يعني الموجودة عندي للكمييز بينهم وبين بعض ده طبعا بعد كتابة البيانات ووضع كل العلامات الارشادية اللي احنا هنتعرف عليها واحدة واحدة لما نيجي نرسم النماذج بتاعتنا طيب عندنا ايه كمان بالزبط برافو عليكم انا رسمت واشتغلت لكن وانا برسم وبشتغل وخصوصا وانا بتضرب او حتى وانا بتخاهم انا بيبع عندي وارد التعديل وارد ان انا لقي نفسي رسمت خط خطأ فبالتالي انا محتاج ايه محتاج استيكا خلي بالكو احنا الحديد دلوقتي شجالين بالقلم الرصاص سواء كان القلم الرصاص العادي او القلم الرصاص النص ملي طيب انا محتاجة في الحالة التعديل او ان انا عايز امسح او كده عايز ايه عايز اممحا اللي هي الايه اللي هي الاستيكا ومن الافضل طبعا ان هي تكون من النوع الناعم الجيد عشان ايه عشان لما اجي امسح بيها الخطوط بتاعتي ما يحصلش تلف للورق بتاعي ما يحصلش كمان ان الخط يصيب اثر عندي مش مش جيد فيسبب لي ايه مشكلة او تداخل خطوط مع بعضها او شكل نهائي جير جيد لرسم النموذج او رسم البطرون بتاعي طيب انا رسمت تمام وبدأت بعد ما رسمت ان انا كتبت بياناتي وحطت العلامات الارشدية على البطرون وبدأت كمان ان انا الون ولونت وخلاص وعدلت وعملت كل الحاجات اللي انا عايزاها طيب في النهاية انا مطلوب مني ايه قلنا من شوية مرافو عليكم في الاخر انا محتاج افصل الاجزاء عن بعضها بتاع البطرون بتاعي طيب انا هفصل الاجزاء عن بعضها ازاي ده وراء فيه اجزاء اصبح عندي فيه دلوقتي انا لما لونت ولما رسمت البطرون ولونت وحطيت علامات اصبح عندي اجزاء واصبح عندي امام واصبح عندي خلف طيب الاجزاء دي افصلها عن بعضها ازاي وراء هفصل عن بعضه ازاي برافو عليكم باستخدام مقصات التي تستخدم لهذا الهدف طيب هل انا عندي مقصات مخصوصة للأقمشة ومقصات مخصوصة للورق ايوة انا عندي مقصات خاصة بقص الورق وعندي مقصات اخرى خاصة بقص الاخمشة ففي الحالة دي انا هستعمل ايه انا هستعمل مقصات بتاعة الورق او فصل الاجزاء الورق دي عن بعضها ليها مقصات او هنلاقي المفروض ان هي ليها مقصات متعددة يعني الطول المتوسط بتاعها هنلاقيه 15 سنتي لو بصينا مع بعض كده هنلاقيه بيقول لنا ان انا هستخدم لقص الورق او فصل الاجزاء عن بعضها مقصات تكون حدة وتكون كمان سهل ان انا هستخدمها لقص المنحنيات والزوايا الدقيقة سلاح المقص هنلاقيه يعني متوسط الطول بتاعه تقريبا 15 سنتي اما طبعا المقصات اللي انا بستخدمها عشان الاقمشة لا بتكون طبعا السلاح بتاعها اطول من كده شوية يبدأ تقريبا كده شكل المقصات المستخدمة في عملية فصل اجزاء النمازج بتاعتي طيب انا وانا بشتغل الكلام ده كله انا محتاجة ايه كمان انا محتاجة كمان مصطرة وممكن تكون مش مصطرة واحدة ممكن يكون مجموعة من المصاطر المستخدمة يعني احنا مثلا هنا هنلاقي عندنا رقم 10 بيقول لي مصاطر وبيتكلم عن مصاطر مستقيمة رقم 11 هلاقي بيتكلم بيقول لي مصطرة منحنيات وهلاقي هنا حاجة اسمها مصطرة منحنة فتحة الضراع اللي هو البابط وهلاقي مصطرة كده تمثلها ولسه هنلاقي انواع اخرى من المصاطر تعالوا ناخد رقم 10 اللي هي المصطرة في رسم النمازج هنلاقي عندي يتراوح الاطوال بتاعة المصاطر بتاعتي ما بين 30 الى 100 سنتي ايه دا يعني انا محتاجة 30 وفي نفس الوقت محتاجة 100 سنتي او فعلا وده يتوقف على ايه يتوقف على القطع الملبسية بتاعت اللي انا هستخدمها طولها قد ايه فانا بالتالي هحتاج مصاطر قد ايه يعني الموضوع دا مهم جدا يا جماعة انا ماينفعش اكون مثلا هعمل جونيلا طويلة فطولها مثلا متر 100 سنتي وانا اجيب المصطرة 30 سنتي دي وقعد انا اعمل 30 وبعدين 30 وبعدين 30 وبعدين 10 عشان اوصل للمتر بتاعي اساسا مش هتطلع ابدا خط مستقيم مزبوط افقي سوري رأسي وكمان لما اجي اعمل عرض البترون بتاعي طبقا للمقاس المطلوب مني انا ما عرفش المقاس المطلوب مني ايه ممكن جدا يكون عرض البترون برضو يكون 80 سنتي ممكن يكون اقل ممكن يكون اكتر ففي الحالة دي انا محتاجة للخطوط الطولية دي سواء كانت خطوط عرضية او خطوط رأسية انا محتاجة لو انا محتاج اطوال كبيرة يبنا محتاجة المصطرة اللي هي 100 سنتي طيب الاطوال المتوسطة انا ممكن استخدم المصطرة اللي هي 50 سنتي طيب الاجزاء الصغيرة والخطوط الصغيرة اللي هي التقطعات اللي جوه بتاعتي هلاقي نفسي محتاجة مصطرة في حدود 40 او 30 سنتي طبعا المساطر متعددة جدا يعني حدسه ولا حرج انا عندي مصاطر ممكن تكون معدنية عندي مصاطر من الخشب عندي مصاطر من البلاستيك الشفاف او البلاستيك المصمط اللي جير شفاف عندي مصاطر شفافة ومتقسمة لسنتيات او نص سنتي فبنلاقي المصاطر متعددة جدا عادة للمصطرة المستخدمة في رسم النماذج بتكون مترقمة من النحيتين فنحية بتكون او حفة بتكون مترقمة بالسنتيمتر والحفة الاخرى بتكون مترقمة بايه رابو عليكم بالبوسة صح كده يبقى اذا المصاطر المستخدمة عادة ما تكون ليه حفة متقسمة بالسنتيمتر اللي هو